موسيقى 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 عيشوا معنا قصة جديدة مع أمجد ولونا موسيقى 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 أنا اسمي مونير من مدينة حمى درس هندسة مدنية بجامعة حمص أنا اسمي لما من مدينة حمى درسي هندسة مدنية بجامعة حمص بعد ما اتجوزت لما صارت حيات جحيم صارت كتير صعبة كنت تحسي يوم دارة عليект بسنة صرت ما عارف كيف ضيع وقتي صرت كل يوم اشغل حالي بايشي على سبيل كني ينساها بس للأسف ما في حالي ممكن تتخيلوا كتير لحظات صعبة فراء وداع موت بس ما ممكن تتخيلوا الشخص اللي بتحبوه تشوفوه يوم عرسكم كانت من أكتر الشغلات اللي دمرتني وخلتني ما أحسن اتمالك أعصابي وانهار بأرضي بعد فترة صار أصدقاء المقربين مني ينصحوني أنه يتعرف على غيرها وفوت بعلاقة جديدة صراحة أنا جربت كله بس هذا الحل ما جربته قلت خلص بتعرف على صبية مع أنه هذا الشي رح يكون ضد مباطل أنه أتعرف على أي صبية بس لمجرد أني أتسلى وأنسى حبيبتي بس للأسف ما زبطت معي تعرفت على أكتر من صبية وكل صبية كان فيها صفة ترجع تذكرني بحبيبتي لما اتركها وارجع فوت بحالي من الكآب تزوجت وعشت مع زوجي بس للأسف ما حسنت إنسى مونير كان كل شي صبحي وضهري ومساعي وصرت من كتر ما أفكر فيه خفت شي يوم أحكي بمنامي أو خربت بإسم زوجي ونادي عليه منير مثل ما بيصير بالأفلام والمسلسلات ضليت سنة على أعصابي بعدها خبرتني صديقتي إنه جيبي ولد بركي بنسيكي وبتلتهي بحالك وهذا اللي صارت حملت وجبت صبي كان زوجي نادر إذا إجاني صبي أنا اللي اختار لإسم ما بعرف ليش أول ما شفته طلعي معي إسم مونير بعد فترة بلش الربيع العربي وكنا نحن ناطرين يا رب إي ما كنت بتتصير عندنا معقول تصير عندنا ثورة مثل باقي الدول وكنا ناطرين على أحرم الجمع وكل يوم على الأخبار عم نشوف بتونس شو هم بصير وبعدين بلشت بمصر وليبيا واليمن لحتى طلعت الشرعة كان طاير عادي صرنا ننزع المظاهرات ونهدو وبلشت أشتغل مع التوصيقية يعني حسيت هالثورة الله بعض لياها لحتى يطلعني من عزلتي اللي عشت فيها وهيمنت علي وعلى تفكير بعد ما جبت ابني مونير انتقل شغل جوزي على حلب وصرت ما أشوفه إلا كل يوم خميس وجمع وبدل ما أنسى مونير حبيبي صرت أتذكره كتير وكل ما أتطلع بمونير الصغير حس إنه هو موجود معي وكنت كل ما ضمه لمونير الصغير أتذكر مونير الكبير وكنت ما أسخى إني أضر بوقتي عزبني كان أطعم الروحي وبعد ما بلشت الثورة صار زوجي من الصعب إنه ينزل ويطلع على حلب بسبب الطرقات اللي صارت كتير خطرة قرر إنه ننتقل على حلب وإنه حلب ما فيه شيء مورة تمام ومنه يعني قال إنه بيأمن علينا إنه ما نبقى لحالنا ودعت أهلي وطلبت من زوجي مرقني من جب مدرستي القديمة وصرت أتذكر كل شيء مشمت ريحة مونير كانت أصعب لحظات حياتي كأنه كنت مودع ذكرياتي كبرت الثورة بسوريا وصار الحصار والقصر اضطريت إني أعمل دورة بالإسعافات الأولية ودورة بالدفاع المدني وإنه كيف بيتم عملية الأنقاض وأسسنا منظمة صغيرة طوعنا بالأنقاض بلشنا الروح على المناطق اللي فيها قصف كتير كانت مخاطر كبيرة ويمكن بيقولوا عننا مجانين أو انتحاريين بس شعور وات إنك تمقض روح من تحت الأنقاض كان شعور غريب من المستحيل إنه نوصل وصلنا على حلب بس أول ما دخلنا على المدينة عصني قلبي يمكن لأنه حسيت شوارع غريبة والعالم ما بعرفون الجو كان مطر ووقتها حاولت أتأقلم بس ما حسنت صرت أضغط على حالي اللي كان معزيني بغربتي إنه وضع حلب منيح وإنه حاب يربي مونيري بعيد عن التفجير والخطف صار الوضع بحلب والريء صعب كتير والقصف زاد قررنا بالمنظمة إنه نطلع نساعد أهلنا بحلب ونحاول ننقذ اللي فينا ننقذ بلش الوضع بحلب يصير صعب المعيشة كتير غالية صارت لأنه أغلب العالم نسحت على حلب وبعدها بلش القصفي صير بحلب والوضع صار لا يطاق بنايات عم تنزل والعالم كل يوم تقوله رح نخلص وما في شي لحتى بيوم كان زوجي مرضان طريت إني أنزل إشتري له دوما من أي صيدلية بوقتها كان صوت الرصاص كتير وطيران بشكل جنوني طريت خلي ابني نونير مع أبو وكنت كلما نرى صيدلية لأيام سكرة واسأل العالم اللي بشارع يقلوا لي لقدام في صيدلية تانية ضليت شي ساعة بعدها وأنا راجعة كان في برميل نازل على العالم والناس صارت تصرخ وأنا ما استبعب شو اللي صار صرت أركض خايفة من شي برميلي جيني أركض أركض حسيت برجف بجسمي حسيت حالي عم برجوف حسيت غصة بقلمي حسيت بخوفي كبير تلبكت معرفت شو دي أعمل صرت أركض يمين أركض شمال معرفت وين البيت عادت بالأرض وصرت أكي حسيت بالبرد قلت يمكن بدي موت الله أكبر انت شو عم تعملي انت شو عم تعملي هون لك لاش هيك منظرك جوزي ابني عم يقولولو إنو هي بنايتنا بس عمك أسبوع لي بنايتنا مو بهذا الشارع مين أنت أنا مونير أنا مونير طولي بالك أنا مونير والله مونير ابني مونير معقول معقولك بردبها السرع مونير فقدتك يا عز الناس فقدت الحب والطيبة وأنا ملي في هالدنيا سواك انطالت الغيبة أنا ملي في هالدنيا سواك انطالت الغيبة بعد ما شفتها للمة بهالحالة اتمنيت إنو لو ماجيت على الحلاب لكل اللي زادت الطين بلي إنو سميت ابنه على اسمي واللي حرق لي قلبي إنو ضيعت عقلة ضيعت عقلة رح أعمل جهدي إني أنزل كنت رح أخسر حياتي بس للأسف للأسف ابنه وزوجه ماتوا عيناك تخترقان قلبي خلصة وتبوح بالسر الدفين وأنا وأنت الناقمان على الزمن وعلى الوداع وما بنا وعلى جموع الحاضرين الآن ألمحك هناك للحظة بين الجموع حزينة تتراقصين هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2016 عم تسمع راديو سوريالي أفكرة أدمو راديو